المرأة المصرية المرأة المصرية المرأة 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 المصرية هو اللي يقول لنا تنتهي بإيه إحنا ندناله ونشدناه بنترجع وبنقوله دول ولادك دول الظاهرة بتاع شباب مصر اللي هم المستقبل كفاية اللي شفناه من يوم السبت لغاية مبارح اللي بيموتوا الشباب اللي هم عندهم روح الاندفاع والقوة وبيطلبوا بالحق حق الدم لإخواتهم اللي ماتوا وحق المصابين وحق اللي اتقبض عليهم ودخلوا السجون هاي كنت موجودة وكنت شاهدة عيني ممكن لفضل الاعتصام اللي كان موجود يوم السبت ولي كان بداية الأحداث اللي حصل أهو حضرتك أنا يوم الجمعة كنت موجودة طول النهار وبطبيعتي عشان أنا يعني ليا ظروف معينة ما كنتش أقدر أرجع بالليل فبابت في الميدان الساعة سبعة الصبح كنت بأخذ فطاري ومفروض مروحة لقيت عربيات كتيرة سودة بتقف في الميدان بينزل الناس منها لبسة لبس مدني وفي قديهم عصايا خشب كبيرة بس اللي سايق العربية واضح أنه عسكري لأن بيفتح العربية الباب الخلفي للشخص أو الباب اللي على اليمين ينزل منه شخص ونزلوا هما مجموعة لوقات كتيرة وكانوا بيعينوا الميدان فأنا استغربت للمنظر ده الصبح قلت غريبة الميدان فاضي لا في بأي عين ولا حاجة في خيمة واحدة في الصينية في الجزيرة وخيمتين على الشمال فيها المصابين تقريبا كانوا 27 واحد وكان فيهم واحد أنا عرف اسم واقل وكان فيه بنت معاهم ناشطة اسمها أسمينة فاستغربت للمنظر ده حسيت أنها هيحصل حاجة مش كويسة فطلبت الولد اللي هو ده اسم واقل وقلت له واقل امشوا من الاعتصام انت شكلها كده في حاجة مش كويسة بعد شوية اللي وقات كلها تجمعت تحت الشجرة الكبيرة لقدام هاردس وشوية ولقيت سبع عربيات أمن مركزي وأربع مدرعات دخليني الميدان وكم العساكر اللي نازلة يقول ده هجوم انت حاري قوة مفرطة على مين؟ على 27 واحد قلت لأ العملية دي وراء حاجة طبعا فضوا الاشتباكات بقوة لا يتخيل عالب ولا قلب أي أم في الدنيا تقدر تشوفها أنا بقيت عاية تواصرخ ومش عارفة أعمل إيه أنط أنزل للشباب أروح أعمل إيه لهم بقيت نادي الحقوهم فيه شاب بحاول يساعدهم كان لابس تيشيرته برطقاني وبانطلون جيلز فضلوا يضربوا بالعصيان على سدره لما لقيته مرمي في الجزيرة رجليل اتنين مفتوحة والولد عامل إيدي كده ما جاتلوش عربية إسعاف وابتدأ القصوة المفرطة طبعا اتجمع الشباب كلها في التحرير بناءا على القصوة دي أنا بسأل ليه؟ عشان 27 مصاب كل ده؟ لأ ده في شيء غير طبيعي يمكن كمان غير 27 يمكن تقال إن الموجودين في التحرير كمان غير الأسر الشهداء وكلام ده كله كان فيه ناس محتصمة كمان تانية تضامنا معاهم لا 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 مش مشكلة على فكرة أصدر لو حتى لو جداء حتى لو موجود لحظة لا أنا هقول حاجة أنا دلوقت شمعك على هوا فيه أمانة وفيه ربنا عز وجل هيحسبني الميدان حتى البيعين فيه ما كانش موجود ما كانش هم موجود والمصابين بعد الأحداث دي لا أمكن أن تجمع ناس بقوة رهيبة ومفرطة كرات الفعل ماذا حصل؟ لأن طبعا فيه ناس باتتصور وتبعت على طول على البلاك بيري لأنه بقى أنتو شباب الثورة شباب سريع الرتم فبترسلوا البعض على طول القوة المفرطة بقى اللي حصلت بعد كده من الجيش والشرطة خلال الأحداث غريبة ما تقوليش دي قوة جيش وشرطة طبيعية دي فيه آياتي بتحركها وأنا بقولها دي آياتي بتحركت لهدف معين لزيادة الفوضى في البلد عشان السجون تتفتح عشان بتوعطورة يطلعوا بآياتي أو أنا بسميها زي الجيلي فيش اللي ليسوابع كتيرة جدا في الداخلية بتحرك اللي هم متهمين بالقتل البلطاجية والناس عشان تعمل فوضى في البلد عشان السجون بتتفتح بتواطئ مع بقية الجهات الأمنية طبعا واضح أن حضرتك متابعة من بيتك الأحداث يعني تداري تشوفيها بشوفها زي ما أنا شايفها حضرتك كده تطورات الأحداث ووصولها لمحمد محمود حصل إزاي بص يا حضرتك هو شارع محمد محمود ده ما هو شارع مهم قوي زي ما قلص وسميت موقعات محمد محمود لعني لو جينا بالقريطة الجغرافية بتاع المنطقة وزارة الداخلية تبعد عن الشارع ده مسافة كبيرة جدا مش مسافة قريبة وزارة الداخلية ومش مدخل المدخل لوزارة الداخلية غير الشارع ده بس هو أجيأ شارع في المنطقة يتم حصر الشباب فيه لسبب واحد صور جامعة الأمريكية وثلاث عمارات وأرض بتاع الدكتور مجدي عقوب المتصورة فسهل أن يحصر الشباب فيه تاني حاجة الشارع ده في حد ذات اللي هو الأمن المركزي وقف عنده صور نهاية الجامعة الأمريكية فيه شارعين صغيرين يدخلوا على المستشفى الميداني اللي هي أوردي في الجامعة البعض ركز فعلا على النقطة دي إن فيه اتنين أعتقد مستشفى ميداني ممكن بين العمارات دي أسهل من شارع محمد محمد أيوة فالجيش عشان يضرب المصابين ويضرب الشباب عشان بيقولك فيه مثلا بيقولك اضرب المربوط يخاف إيه السايب فيخش من وراء يروح ضرب على المستشفى قنابل فالدخان المصابين على الأرض ركب لهم ستة بنوع من الدخان وأنا طلعت على هوا مع محمود سعد كان صدري رايح الغازات اللي اتضربنا بيها دي خلال الأسبوع دي مش بس بتتعب السدر زي ما أنا صدري يتعبان دي بتعمل التهاب في البشرة اللولة نكتعملي بزيت اللوز أو اللبن ما بينفعش معها كيمويات خلاص أو الخير وتعمل رحشة لمدة عشر دقايق وممكن تعمل للشاب بسكتة قلبية عشان كده الطب الشرعي بيقولك غالبتهم ماتوا بسكتة القلبية استكتة القلبية دي نتيجة انحنا ما كناش منلحق نوصلهم الإكسوجين الكافي لصدرهم عشان ننقذهم أنا كمان يمكن عايز أتكلم عن دور المرأة ودور البنات اللي موجودين في التحرير اللي في منهم وشوفناهم والفيديوهات كانت موجودة غير البنات اللي بتروح تقدم سبلايز دي ما بيقولوا للمستشفيات الميداني والتجمعات اللي بتحصل في كل حتة في مصر عشان توصل لحاجات دي المستشفيات الميداني وغير كده كمان كنا وشوفنا ده موصل كمان بالفيديوهات الناس البنات اللي بتدخل لحد شارع محمد محمود عشان تساعد في نقل المصابين وعشان تفوأهم كمان من الغاز هلت عليك تكلميني أكتر عن حضرتك حضرتك أنا طبعا بلم أكبر قدر من البنات والسيدات لأن أكتر إنسان قلبه يتوجع هو يتحرق قلب الأم والأخت والجدة والزوجة لأن هي الأم معروفة بحبها وحنانها هي اللي بتضم ولادها بصدرها صحيح الأب ليه درفعه بس الحنان الأكبر للأم للأم فأنا كنت بدوم للم الستات والبنات كلنا نخش عشان نمنع ولادنا الصغيرين يخش محمد محمود بس عايزة تكلم عن الزايرة دي وعايزة تكلم قد إن فيه بنات صغيرة وفيه برضو مع حضرتكو كمان كخبرة لينا وعايزة أكلم قد عايزة أظهر الزايرة دي يعني مش هقولك البنات الصغيرة كانت واقفة اللي مسكة البخاخة اللي بترش على العين والتانية اللي على المرحير والتالتة اللي بتدي كمامة والربعة اللي بتشد مع الشباب إحنا بصي عايزة أقولك حاجة البنات قلعت طوب الأنسة والمرأة فينا أنا قلعت طوب الأنسة كمان يعني رغم كبر سني قلعته خلاص ماليش متزعيش مني إن أنا جاي لابسلك النهاردة أكان أنا في التحرير لأ مش هانا زي دلوقتي لأ قلعنا كلنا ده نسينا إن إحنا ستات وبنات إحنا بقينا رجالة لأن ننزلنا الشارع ندافع عن أرواح شهدأنا وأولادنا اللي بيروحوا في الطريق وما حدش وبقينا الحاجة واحدة إحنا صوت العقل ليكم طبعا إرجع إرجع ما تخشش محمد محمود إرجع ما تخشش الشارع باب اللوق إرجعوا يا أولادي تعالوا معايا ما ترموش عليهم والعلم اللي بيقولك كان في وسط الصوار بلتاجية أو ناس بتضرب خرطوش لأمانت الله وأنا بقولها وححسبني المولى عز وجل إن ما كانش في وسط الصوار حاجة على الأقل في الفترة اللي أربع تيام أو تلت تيام الأولانيين دي كانت عملية مدبرة بحاجة معينة أنا مش متخيلة إزاي زابط الشرطة إزاي أمه اللي رضعتها لبن الحنان والحب كله إزاي لابس البدرة وبينزل يضرب ويقتل أخوه وابن عمه وخاله وزاي بيرجع في بيته في سرير ينام في وسط ولاده أو أمه قلبه ما بيوجعوش أنا عندي يكلها دق أو ملح وعار عليه بدلة العسكر لأن بدلة العسكر دي شرف لكل زابط أكان هي النهاردة بقت عار على كل زابط لا تتخيلي من جوانا كلنا بنات وشباب شوفي كنت زمان لما قلوك هتتجوزي زابط كنتش بتفراحي النهاردة بقت وصمت عار إن واحدة تقول إنها امراض زابط أو هتتخطج لزابط لأن الشرفاء قليلين فخلاص اختلفت الحابل بالإيه بالنابل فأصبحت ما بتعرفيش مين فيهم الكعيس والوحش لما يوجه الزابط مسدسه على الشباب بالخرطوش ده مش الوحيد أحمد لأ وإحنا بتسع وعشرين ستة في عمية شرطة أنا كنت مسكله المصحف وقفة وقال لي لفظ ما يصحش لو له أمه ما تقبلش أن يقول لها فعايز أقول له هل أنت ما أنتش عارف إنك هتقف قدام المولى عز وجل هتتحاسب علي وهتتحاسب على كل شباب مصر ولو نفعتك بدلتك ولو مرتبك مش هينفعك يوم القيامة ربنا قال ثلاث حاجات هنتحاسب عنه عمل صالح صح وصدق جارية وولد يدعو لك لأنت عملك الصالح بتعمله وهتتحاسب علي هتقول لي يا رب أصلا خدت أوامر من قياداتي إن أنا أقتل هتقول بدافع عن نفسي لأ يا زبط يا شرطة أنت كذاب أنت ما بتدفعش عن نفسك أنت جايب أنا عملت حاجة وبقولها على الهوى مش خايتها لفيت من وراء من ميدان عبدين من شارع عبوظريف عشان أشوفت داخلية من وراء لقيته موقف صف بلتجية صف أمن مركزي صف العساكر بتصلح البنادق اللي هي بتضرب القنابل اللي هي دي الخرطوش حبيت أشوف من وراء إيه لي بيحسن ومشيت بكسين عايش في وسطيهم عشان عايزة أعرف إيه هم عايزين إيه لقيت استحالة بتكلم مع مين بالزبط العسكري والزابط كأنه جهاز كمبيوتر إنش مبرمجاه آلي اعمل كذا اضرب لغي عقله لغي قلبه لغي كل حاجة وجه ناحية الشواب اقتل أكبر عدد ممكن عشان أخرصه تجد ما إنا حضرتك وصلت شارع محمد محمود وقدرتي تشوفي الجهة الأخرى اللي يمكن احنا مش بنشوفها بسهولة على وسائل الأعلام هل فعلا تم التعرض للمستشفيات الميدانية اللي بشارع محمد ياه حضرتك بتسأليني سؤال سؤال بفنتها البسطة دي يعني للأسف تعرض لمستشفيات الميدان للأسف اللي بيقول لا اللي بيقول لا اللي بيقول اللي بيقول خصوصا للسيدات اللي كانوا موجودين لا لا تعرضنا تعرضنا بقصوة بقصوة مفرطة بقينا نجري بالمصابين ده كثرة وستات بقى يقع مننا المستشفى لكات الجامعة كمان موجودة نشرتها المصر اليوم عن طبيبة توفت عن طريق اختناق من الغيز من الغيز هو في الطبيبة بس ما نشوف المصر اليوم على فكرة على علم حضرتك اللي ماته في شارع محمد محمود احنا من كتر قوة الدقان اللي الاول كان بيدرب على واطي بعد كده في اليومين الاخرين بقى بيدرب على عالي وينزر على مستوى معين فلما يقع حد جوه ما كناش بنشوفه عشان نعرف نجيبه ما كناش احنا بنشوفه رغم ان انا بالبس النظارة للشمس وحكمامة علشاش اخخصش بس انا بحيث ان ربنا المولى عز وجل حميني لان يقيني ويماني بالله ان العدل هيحصل من عنده مش بقدينا احنا ربنا هيرعطه لنا لغاية عندنا وساعتها نقول له يا رب ارحمهم هيقول لي دي مش بتاعتك دي بتاعتي انا الرحمة من عندي انا والغفران من عندي انا انتي تقفى سكتة بقى ده دوري انا المولى عز وجل فهو دوره عشان كده بقول له كل الامهات المصريين وكل الستات اللي في البيوت احنا ما احناش بلتجية احنا ناس محترمة وولاد ناس مش زي ما بيقولوا والشباب اللي موجود في التحرير المهاردة شباب العشوائيات اللي ضع بسبب الثورة ما بايش لقي لقمة العيش شباب اللي عندهم بطلة البنات اللي خرجت من الجمعة ووصل سنها للتلاتين سنة ومش عارفة تتجوز عشان ما فيش شؤة ومفيش امكانيات مردية الستات اللي قلبها محروق على ولادها وعلى المصابين وعلى الستاشر الف مسجون وعلى الزباط تسعة ابريل انا عن نفسي بقول فيه اتنين في زباط تسعة ابريل واحد اسمه محمد حنفي واحد اسمه ياسر بخاتي محمد حنفي السكر تلتمائة وخمسين وعمل مياه على الرئة يعني هيموت هيموت بإذن الله طبعا بإرادة المول عز وجل والتاني المصمار عمل صديد والشريحة في رجله ولازم تتغير وللأسف الشديد هو موجود في استجنل حربي وما تغيرتش لغاية النحاط